ومن حائل يلتحق بنا مراسلنا عبدالله الشماخ عبدالله مساء الخير كيف هي مساءات حائل اليوم وهي في انتظار وصول سيد خادم الحرمين الشريفين إليها نعم أهلا بك زميلة إيمان وأهلا بأسادة المشاهدين حل المساء على مدينة حائل هذه المدينة الموعودة بمساء شتوي بارد جميل مختلف ولكن المشاعر الوطنية الدافئة تلغي كل هذا البرد فالكل هنا يخرج ليحتفي ويحتفل ويشارك هذه الفرحة بالضيف الكبير كيف لا والضيف هو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأيضا ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من هنا من هذا الموقع أرى السحب والبروق والرعوة تحيط بهذه المدينة الجميلة مدينة حائل وتعدها بتبشير الخير والأمطار بإذن الله وفي قلبها سلمان الحزم ومحمد العزم إذن هنا حضرت التنمية والمشاريع والمستقبل بإذن الله لهذه المدينة التاريخية الجميلة والرائعة دعونا نتحدث عن مشاعر المواطنين وكيف استعدت مدينة حائل بكل مواطنيها لهذا الحدث مع الدكتور عايض الخمشي الدكتور عايض أهلا وسهلا بك حدثنا كيف استعديتم لهذه الزيارة كيف هي مشاعر المواطنين هنا أول شي بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حائل وجميع أهالي حائل وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي العملي العبد العزيز بن سعد وسمو نائبه وجميع المواطنين على موعد كبير بوصول القائد الأب سمو صاحب مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وعدد من المسؤولين في هذه الزيارة الميمونة التي دائما وأبدا عودنا عليها مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وهي بلا شك تجسد عمق التلاحم بين هذه القيادة الحكيمة وهو بين أبناء هذا الوطن المعطاء غدا إن شاء الله سوف تكون هناك حزمة من المشاريع التنموية وحسب المعلومات التي وردتنا الآن أن أكثر من سبعة مليارات سوف تكون إن شاء الله مزيدا من العطاء في منطقة حائل وتكون مشاريع تنموية فيها الخير وبقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وصحب الكرام يحل الخير على منطقة حائل وجميع المواطنين وشكرا لقناة الإخبارية وزملاء الإعلاميين على هذه التغطية المباركة وكما قلت هلت بشاعر الخير بقدوم ملك الحزم وسلمان ومحمد العزم وجميع صحبهم الكرام وشكرا لكم وأهلا وسهلا في حائل وأهلا بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين شكرا لك دكتور عايض على هذه المداخلة يعطيك ألف عافية الجدير بالذكر مشاهدين هنا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هذه هي زيارته الأولى منذ توليه مقاليد الحكم لمدينة حائل ولكنها ليست الزيارة الأولى للمدينة فقد زارها عام 1428 و1428 إذن القصيم كانت أمس واليوم حائل وغدا التبوك والجوف وعرعر كل هذه المناطق الشمالية ستحظى بجزء ونصيب كبير من التنمية وهنا نتذكر وعد الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عندما قال أن كافة المناطق ستحظى بجزء كبير من التنمية وجزء كبير من اهتمام رؤية الوطن رؤية 2030 إلى هنا أكون زميل تيمان وصلت إلى نهاية التغطية الصوت الصورة لك نعم شكرا لك عبدالله الشمق وسنكون معك في متابعة أيضا شكرا لك عبدالله